سبع الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي تشوفني فيه برج الجوزاء يلا نبدأ اقرأ اطنال طاقة برج الجوزاء الحالية يعني الشخص ده اجمد المشاعر دي لو هي علاقة مش علاقة اعجابه ولا هي حاجة فانتو حصل بنك اخناقة او عديته فترة بلود المشاعر وما بقاش فيك كلام خالص ولا بقى فيه مشاعر كل واحد بقى لبس الوش الخشب للتاني وقعد فهو شايفكن انتو البسطول الوش الخشب وانتو شايفين ان هو مكتئب بقى وخد جنب وما فيش مشاعر ما بيظهرش مشاعر وشايفينو لو انتو في علاقة شايفينو ان هو بطل يديكو المشاعر وهو انتو البسطول برود ده شخص زعلان او عموما يعني مش شايف الكوبيتين اللي وراه وزعلان على الثلاث كوبيت فيه كوبيتين وراك يعني بص على الكوبيتين اللي وراك لا زعلان على الثلاثة اللي قدام وانتو شايفينو ان هو مجمد مشاعر اعتقد ان انتو اتخنقتو مع بعض ممكن فهو زعلان على يعني مش زعلان انتو شايفينو ان هو ساب كل المميزات اللي في العلاقة وبص على طلق كوبيت واساب كوبيتين يعني ممكن يكون انتو عصبيين مسلا فبص على العصابية واساب ان انتو بتحبوه ساب ان انتو صبرته معا ساب ان انتو افتوا جنبه كتير اوي 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 فاساب كل ده ورمق ده وبص هنا ممكن تكونوا بتتعاملوا مع برج الحمل طبعا والميزان اهو ولسه في ابراج طرابي طبعا واسد لان كذا برج ابراج كتير اهي اي تاني فلو هي علاقة اعجاب في الاول فانتو في حد انتو الاثنين مجمدين مشاعركوا وفي شخص يعني لو هي علاقة اعجاب وفي شخص منها ميشي وطار فهو شايفكن انتو لو أبسه الي و reconciliation خشب ومش نافلين في حب ولا نافلين في حاجة وانتو شايفين ان هو شخص ساب كل المميزات اللي حصلت ومسك في كلمة ان ان اتخرت عليك فان انا اقولك بحبت او في اظهار مشاعر قا مسلا يعنيانو بص النقطة دي وسب كل حاجة علاقة اي احنا اصحاب وابنتكلم مع بعضه وبنروح ونجي وبتاع انت تسيبت كل ده ممسكت في ان انا مقولتلكش بحبت او اتخرت فروحت انت مفجر بقى الدنيا وروحت موازن مشاعرك ووازنت بين عقلك وقلبك وخطت القرار بالمشي وسبتي ان انا يا عم اغرق بقى فانتو الاتنين متساوين يعني انتو الاتنين متساوين عموما الحلو بقى خليموضون اقول لك الحلو بقى عندنا من بلدنا ان هو عايز الخطوة الجاية يستقر وعايز استقر معاكو انتو لان هو شايفكو انتو الاستقرار خلي بالكم يعني يعني هو او موازن او وازن وشافكو انتو الاستقرار شافكو ان انتو الاستقرار كله انتو لو انت كبين تتنفعي الزوجة تنفعي تبقى مع بعض وتبتدوا اللقح طبعا لو فيه فصال يبقى هيجعه وبيفكر يرجع ويستقر ينتقل بقى من اعجاب بقى الحب الحب الخطوبة ووووو وانتو كمان شايفين ان هو حد لزوز قوي يعني هو ده الشخص اللي انا مبسط معي مش علاقة سلسية لا انتو شايفين انو هي ده ناس ممسوطة هو ده شخص اللي انا بفرح معي ده الشخص اللي انا مبسوطة معي عشان كده برجد نزالة بقولك اهو لو انت اللي عتروح ترجع ممكن تكون انت اللي عايز ترجع لان انت بص واخد قرار اهو انت عايز اهو انت عايز برج الجوزاء انت عايز انبسط انت مبسوط على فكرة انت شايف ان العلاقة دي متكاملة جدا لو هو شخص انت اللي ضيعته يا برج الجوزاء الشخص ده اتخرت عليه في انك تقوله بحبك وهو جمد مشاعره عليك وانت شفته وانت شايفه ان هو ساب العلاقة وسبب كل حاجات الحلوة اللي في العلاقة ومسك في ان ان انت باخر تقوله بحبك فانت شايفه الاستقرار يا برج الجوزاء وانت اتحكش على نفسك وانت عايز تجيبه بسرعة تجري تلحق ولو هو اللي هيقدم العرض فانتوا هتلحقه بسرعة جدا واتاخدوا العرض واتستقبله بسرعة يعني الواحد جيه قالت مساء الخير وحشتيني انت كمان والله تعالى بقى نربيه فهو شايف كله مش محتاجة توضيح يعني هنبسط مع بعضينا واسوق الكلبين اهو كرت الده او بحبه قوي يعني هموما هو في الاستقرار كله طيب هو شايف العلاقة ازاي شايف العلاقة انها علاقة قدرية علاقة ان هو ده الحكم الالي هو ده يقولك دي كلمة ربنا ده 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 طرف الاخر بتاعي اه العدالة العلاقة دي هي دي العلاقة الصحة يعني متقلاقوش فيه على فكرة ممكن يكون لو فيه زعل بينكم بس هو شايفكم ان انتو انتو الشخص القدر انتو العدالة باعت ربنا الشخص ده بيحبوكو على فكرة بس هو اه هو شايفكم ان انتو مجمدين مشاعركوا شوية عشان كده وازين بس اه برغم ده كله رمون لأ هو شايفكم انتو القدر بتاعه انتو كمان بصوا بقى اهو الكارتين بمعنى واحد على فكرة فيه كروت كده بتكمل المعنى للكارت التاني انتو كمان شايفينه الصور الميت بتاعكم بصوا اهو 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 يا جماعة اهو استقرار كله انتو شايفينه الاستقرار وهو شايفكم الاستقرار وانتو شايفينه الكوباية هي هي يعني ده النص التاني هو شايفكم ده انتو النص التاني وانتو كمان شايفينه النص التاني مش هندحك على بعض انت شايفني النص التاني وانا شايفك النص التاني برغم اللي يحصل بقى الدنيا تقدرة بتقلب تيعمل لي برج مفجر نترمي من فوق البرج انا معاك والله ابدا نسيبك هنموت مع بعض ونقيت مع بعض فهو لو هيقدم مصالحة او انتو بقى ممكن تكونوا انتو اللي اتاخرتم عليه فانتو شايفين السلم الجديد طب المصيحة بتاعتك ايه بقى اخرج من مخاوفك برج الجوسية كرتي بقى كتير جدا على فكرة الايام دي انت انتزى علينا على فكرة وبص وبتوجه لنفسك اللوم كتير ده شخص بيوجه لنفس اللوم وهنا شخص بيحمي قلبه ما تحميش قلبك برج الجوزية سيب قلبك سيب قلبك وانطلبك عشان انت مستنيك انبساطك مستنيك عادات حلوة ده السلم بتاعك ده الشخص ده الشخص اللي انت هتكمل معان شخص ما تدفعش عن نفسك ما تحط لهش حواجز انت حاطط له حواجز فهو شايفت بص انت حاطط له حواجز بتدافع عن قلبك بتطرده يعني هو ممكن يكون شخص بيقدم لك عرض وانت اللي عامل لنفسك الليلة دي كلها حاطط لنفسك العسيان دي وبتقوله ما تقربش هنا وبعدين ترجع تزهر طب ترجع تزهر ليه بقى برج الجوزية يعني انت هو لما بعد وبدأ يستقرف مشاعره وقال خلاص هو هو عمال للوش الخشب ومش بتاع حب ومش بتاع حاجة طب سلام عليكم السلام ليه انت بقى بتعمل كده عايز تلحقه ليه بقى ديم الاول يعني هو شخص بتراع عن ايه عنده حق لو انت اللي صبرت له المشاعر دي فهو عنده حق فاخرج بقى من الليلة دي كلها اوكي وقدم عرض جديد يلا انطلق بقى قدم عرض جديد وروح صالح او لو جالك عرض اقبل اقبل وما تتلكعش زي ما بيقول واخرج من المخاوف دي انت فيه مخاوف في دماغك بيتوجه اللوم لنفسك لو الشخص دي برج الجوزة انت ضيعته من ايدك يعني مسلا كان فيه اعجاب وبعد كده هو مشي ما توجهش اللوم لنفسك ما دعودش تقول ما انا لو عملت بقى لا بص تحرك اتحرك يلا اخرج من هنا واتحرك اركب حصانك وروح ما تتدخرش ما دعودش تقول طب لو قلت بحبك هيقبل طب لو مش هيقبل ما لكش ده لان 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 هو شايفك الاستقرار كله شايفك حاجة حلوة قوي قوي شايف انت الشخص المسائلي انت القدر انت القدر بتاعه وانت كمان شايفه كده ليه بقى العطلة دي كلها ليه بقى كده ليه كده ليه ليه الحوار ده دايما برج الجوزة كرقته غريبة شوية طيب الناس اللي مبتعدة عن بعض انا عملت هنا لأ مبتعدة عن بعض يعني نقول فترة ست شهور سبعة كده سنة ممكن بينكلمش بعض مشاعره ايه حاليا واناوي على ايه مشاعره ايه حاجة شخص المسائل برج الجوزة واناوي على ايه هناخد من النص مشاعره واناوي على ايه اه انا بتعمل مع حد برج الجوزة على فكرة وعملاله بلوكة كمان ده معناها بلوكة وانا فعلا حاليا هادية جدا على فكرة Hung买 الزلج الفترة اكتبه twists او شخص المسائل ام سحفه kat fucking هو حاليا في راحه تما خالص مش معنى ان هو مش فكرة لأ هو بياخد استراحه هدوء ما بعد العاصفه ابنوى على ايه هو حاليا قافل على مشاعره مبيفكرش يعني بمعنى طوام كدا بيفكر في اللي حصل عموما بيسترجع الشريط بتاع العلاقة من الاول خالص وبيشوف بقى غلت في ايه مغلتش في ايه اعمل في ايه. اه برضو بتيجي بمعنى لو حد اعمل حد بلوك اا يعني ممكن نبصرها اكتر شوية بس وهو ناوي ان هو يوضل في المرحلة دي. ده بارك الكرودي بتكمل بعضها بس عشان ما انسيت اقول لكم معلومة دي. الكرودي مش يقفل الموضوع. لأ. يفضل كده شوية. طبعا اتنين من الصيوف. حب انا فرط الورق كتير شوية. اه. ده رفس الجروت ايه ده فرط اللي ورق كراس والله. طيب هو شكل الشخص اللي قدام يعني. مش بقالوكم اللي قدام ده مبتعد عنكم. هو اا مش هيقفل بقى. هو ناوي ينطلق قليلا اا 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 يعني يعني ناوي يقفل على الموضوع. هو استريح الوقت ياخد استراحة من مشاعره. ويقفل على اللي فات. ممكن يكون. ناوي يجي صالح. ناوي يجي صالح. برضو. يعني مرة برضو هاخد كارت تالي كده يوضح الصورة. نامس الكروب اللي في عادية. ممكن تيجي يجي صالح. انه ده شخص. وهنا برضو شخص عنيد. خلي بالكم. ممكن يكون متشبس برأيه. شخص عنيد. وانا خايفة يكون عنيد. لا. هو حاليا شايف نفسه شوية. اا شايف طموحاته. وبركز جدا في عماله اللي خاصة بيه. اا واخد قرار البعد بطريقة سريعة. اا واخد قراره عموما انه هو يفضل قاعد كده شوية. واناوي يقعد بقى كده يستقر شوية. ويفكر في مستقبله وفي حياته عموما. لكن احوار انه هو يعني يزحزح شوية من مشاعره فهو لا. حاليا هو قافل على مشاعره. يبص الانجازاته. واخد قرار الاستراحة تمام قوي. انه هو يفضل كده. شخص ممكن يكون برج ناري او هو اي تاني. اي تاني برضو. برج مائي برضو. فهو واخد القرار بانه يفضل مستفتر شوية في حياته. الجسد القدام. شخص عنده ثقة في نفسه او يرجع الثقة اللي في نفسه تاني. يعني هو قفل على مشاعره وبيستريح بقى ما اللي حصل بقى. العلاقة كاتمتعبة مسلا حاجة زي كده. ناوي يهزم اللي حصل له ده. ناوي يهزم اللي حصل في العلاقة ما بينكم بول اتنين. مش ان هو خرج مازوم لا لا لا. اه ده شخص اه عايز يبقى منتصر بصه كل الكروت دي كده. هو عايز يبقى منتصر. فهيفضل بقى معانة شوية ويفضل بعيد. عايز يبقى في ان هو منتصر عليك. ويبصوا هون شخص عنيد. عايز يفضل اه قافل بقى على الليلة دي. ليه? عشان يبقى انه هو شخص جامد. هي مش حاجة. انا هفضل كده عشان اهزمك. افضل هزمك كده. انا بقى تبضل انت بقى توحشني وما توحشنيش? لا. انا راجل مية مية او انا شخصية مية مية عموما. وعنيت. بتيجي تصلحني يا مش جاي في مية. انا ما بروحش لحد. اللي عايز نيجي. بس هو عايز يبضل قاتل المكان ده ما يتحركش ملي. لكن هو مشاعره حاليا مستقرة جدا. لكن بيفتكرك. خلي بالك يعني. يعني اه مستقر وكده لكن فاكرك. فاكرك يا ناسيني يعني. لكن هو حاليا بيحتافل بانجازاته وما فيش حاجة. طيب لو احنا فيه حد جاي جديد في حياتنا. مثلا. قرات الورقة كويس بقى. مثلا نهيقدم لنا عرض. حد احنا معجبين بان هو يقطع بقى الليلة دي كلها ويجي وانا ما بحبك. اي حاجة. الفكرة هتعملت مع مرورك الجوزاء يعني. بنعلم في حياتي الجوزاء بقى. شخصية غريبة الاطور. بس طيبة بنروح فيه ده. جدع اه صاحب صاحبه بصراحة. باسم لكم الكروت. حد جاي في حيات برج الجوزاء. ومشاعره ايه? ونوي عليه. فتحت الواحدة دي بقى. اوشت. ايه ده? فيه برج الجوزاء. في ايه مع حكايتك? ده حد من الماضي طبعا. بقى تكروا تبصوا يعني ايه. اا 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 اعتقد ان هو اا اا هيخرج من العزلة بتاعته دي. الشخص اللي هو بير عنك ده لحد قديم. واا هيخرج برا الا برا العزلة دي. مشاعره ايه? هو حاسس ان هو مهزوم منك. او انت انتصرت عليه. عزين برضو عمل اشوف انت اللي انتصرت عليه ولا هو اللي حاسس ان هو اللي منتصر عليك. ان فيه خناقة هتحصل برج الجوزاء. خلي بالك. خلي بالك. او لا. ده هو حاسس هو اللي منتصر عليك. هو هيخرج خلاص من الليلة دي. هيجي. على فكرة هيجي وايوم يتخلق معي. خلي بس بقى ازين نعرف الخنقة دي. اللي هي بنعصيهم دي بقى. هيبقى نهايتها ايه? برضو كانت يتغلب كده. خنقة اللي بنعصيهم دي. هتحصل خنقة هي مش خنقة. جابت واحدة. هي مش خنقة بقى. خلينا نقول اا ان الشخص ده كان نايم لك. بمعنى عضاك او زي ما قلتلكك بياخد استراحة من اا البعد. الفراء اللي حصل. وتمام? وانتصر عليك هو اللي بعد. هو اللي مشي. وبصراحة انا اللي مشيت فعلا من برج الجوزاء. بس هي مش طقية عموما يعني. اا هو حاسس ان هو منتصر عليك. اا وانتصر عليك طبعا في ان هو مشي. هيجي لك تاني. او انت بقى اللي هترجع تكلمه ايوم ما بقى ايه تختار بقى اللي انت عايزه بقى. ممكن تكون انت اللي رح تكلمه. تجر شكله. فهتتخنقه مع بعض. هتزي ما قلت لك هتدافع عن ناسك وهو هيكلمك ويعرف بقى اللي حصل. وانت عملته وانت عملته هو هو والتاع. تمام? اا اللي هيحصل ان بعد ما تتخنقه هتعيده مع بعض اللي حصل في العلاقة ككل. يعني بعد ما بعد من حصل الخنقة ده كل واحد بقى تقول انا عملت وا 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 وانتظرت منك وا 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 وفي الاخر ما خدتش اخر حاجة واحدة. كل واحد بقى يقول الحاجة اللي حصلته بالزبط. انا عملت واحد واثنين وتلاتة واربعة وانت عملت واحد منت اربعة وانا في الاخر ما خدتش منك حاجة. تمام? يعني هيبقى فيما بينكو انتظار في يعني هتصبره على بعض. هتتكلمه مع بعض بيضوء. بعد الخنقة. طبعا يحصل فيه خنقة الاول. وممكن مش خنقة اللي هي الدخل الاولانية دي اللي هو اه تعالى بقى انت خيرا فكت البلوك تبقى علي بقى وانخل مع بعض جانب. بعديها العلاقة دي هتعمل تاني. لو انت عايز يعني. وهيحصل فيها رخاء جامد اوي على فكرة. الشخص ده بيحبك على فكرة. اه بس هو يعني مش هقول شخصية وحشة. اه اعتقد انه هو بس عنده عنده نوع من انواع الكبرياء شوية. اه بيحب ينتصر لزاده. وممكن يكون برضو انت لو وصلتم كده. انت لو وصلتم هو يسيبك ويمشي. يعني اصلا الكارت ده هو كارت شرير بصراحة. انا مش هكذب عليكم. وانا قلت قبل كده في فيديوهات تان ده كارت شرير. لكن مش في كل الاحيان. ممكن يكون شخص وصلني ان انا اعمل كده. ان انا اعمل لعبة على الطرف اللي قدامي عشان حسسوا بالوجه اللي جواي. فهو حاس انه انتصر عليك. وماشي كده وسط الناس اقول انا سيبت بربية جوزية. ممكن تكون الكراعي عكسية. بربية جوزية ولا اعمل كده. فلا يعظل ان انتو هتخشوا مع بعض داخلة هتنطحوا ببعض الاول. بعديها هترجعوا تتكلموا عن الحاجات. انا عملت واحد وثلاثة كل واحد بقى هيفتح مع بعض اللي خاصة. انت عملت واحد وثلاثة او انا عملت واحد وثلاثة. بس. وهيحصل فيه ضوء. ضوء مع بعض العاصفة. واحد وثلاثة هتعتذروا ببعض. هيحصل فيه اعتذار. وكمان ممكن كمان يحصل فيه زواج. كمان لان دي بداية جديدة. لو انت بنت فاستعدي بقى. عشان هو وبعد دا كله. ممكن لو انتو مكبتين قولك تبوصي بقى. من اخر كده وعلى بغطة يا بنت الحلال. يلا بقى نتجاوزك بقى. يلا. ناخرص من الليلة الزرق دي. لو انتو كنتو بتتخنوه في الاول على فكرة انك مش عايز تتجاوزني مسلا. فهو شايفك على فكرة هو عموما يعني. شايفك برضو ان انت تنفع زوجها. حد جميل اهو. والدية جديدة. وممكن تكون العلاقة دي. القراءة دي متعلاقة بالقراءة اللي قلناه. شخصا انتو سايبتوه بعض. برضو. اللي انتو متخاوف منه وبتدافع عن قلبك. والهو اهو. والعلاقة بزد. هترجعه بس هيبقى فيه خنئة شوية. هيبقى فيه خنئة. خير. وانت برج الجوزاء بسم الله ما شاء الله على لسانك. مبرد. بس كويس برضو. اهو. شفتوا الطاقة. بيقول لكم العلاقة برج المفاجلة. فيه تغيير هيحصل. فيه عدلة هيحصل. فيه حاجة هيحصل. ان شاء الله خير بازن الله على برج الجوزاء. اه ويا رب تكون القراءة عجبتك يا برج الجوزاء. وقابلكم ان شاء الله في قراءة تانية في شهر تاني. واستنوا اختار كارت بازن الله. وان شاء الله بازن الله يعني تكون القراءة بتنلقى اعجابكم. وكتبولي برضو في الكومنتات اللي انطبق عليكم. الصهرة ربعة ما انطبقش خالص مش مشكلة. اه متنسوش ان انت لو اول مرة تشوفني الاشتراك.